إذا كنت جزائري كتقراغ إلى باس كيف يقولون علينا القضية للصحراء؟ هذا الناس الذي منهك فإذا كنت جزائري كتقراغ إلى باس ترى أن المغرب منعز العزلة خارقة للعادة في قضية الصحراء الأمم المتحدة والعالم كله مع الأطرحة الجزائرية فإن العالم كله يتسنى في وقع هذا المغرب الله يهديه يطبق تصوصيات 1960 و1970 المغرب لا يريد أن يهدي الله لكي يتسنى كل شيء يتسنى العالم كله يتسنى وغير مؤخرا كتبوا في الصحفة بين المغرب فشل في المحاولة تحريف القاضية للصحراء المغربية فمثلا القدسوريات التي تحللها في العيون غير قانونيين غير قانونيين لا يريد أن يكونوا إلى آخر بينما الجزائر كنت أعرف أحد الفتراف النهضة جديدة للديبلوماسية كلهم يأتي الجزائر كنت تذكروا تجواب معها فأنا أضعوا سؤال وهو ليس سؤال كنت أقولها سيدة الرئيس بأن الجزائر المحطة تجلب جميع الدول لتأخذوا دروس في الكفاءة الجزائرية في التواصل بين الدول التي لديهم مشكلة في صلح الدول إلى آخرين فأمريكا والفرنسا كلهم يأتي الجزائر لتجلب الكفاءات الجزائرية التي تجلب الجزائر سبارك الله يتعرفون أن يكونوا من المحطة من المحطة لديهم وزن عالمي يتعلم وزيارات الدول ويأتي من المحطة من المحطة من المحطة من المحطة من المحطة إلى آخرين ف إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نرى كالعادة بأن بالنسبة للمغرية كلهم يضحك أكثر و المغرية بطبيعة الحال لا يتعرف أنه يوجد عزلة فبالعكس الجزائر هي التي تطبق عليها 100% والجزائر هي عزلة خانقة وعلى جميع المستويات السلام عليكم جميعا أينما كنتم كانت منتكم وبخير ولا خير ودائما بصحيحكم وبعافيتكم وبمعنويتكم المرتفعة ف أولا بالنسبة للمغرب منذ أحداث القرقارات الانتصارات الديبلوماسية في قرية السحراء لا تعد ولا تحصل ف اليوم كثير من العشرين البلاد افتحات القنصوريات العقالي منها السحراوية الاعترافات بالمقصراح الحكم الداتي ما بين قوصان أنتم معرفين أنا نقول منها حالة الوقت لن يبقاش محطوط في القطورة ولكن هذا موضوع آخر ولكن بهذا المقصراح المغرب عنده السند دي الأمم المتحدة اللي بالعكس على ما يقولون الجزائريين الأمم المتحدة ما تقولش المغرب يتبقى القرارات 1960 و1980 فالقرار الأخير واضح فهو يساند المقصراح الحكم الداتي وبالعكس كي نعت الجزائر كطرف مباشر و كيعرض عليها بجيت شارك في طاولة المستديرة فبالعكس العالم كله الولايات المتحدة ألمانيا إسبانيا فرنسا إنكلترا إلى آخرين العالم كله الدول العربية الدول الإفريقية إلى آخرين العالم كله كي نعتمد المغرب في القادة دي الأسحارات المتحدة 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 و المتحدة الجزائر أما بالنسبة المياد الأخرى بالنسبة المغرب ما نرى؟ نرى أن المغرب نفاتح على العالم على جميع المستويات أولا وقبل كل شيء نفاتح العالم بالسياحة وهذا القطاع الحيوي سيجعل الأنفاس هذه السنة 2020 ومثل لا يحقق رقم خارق العداء نتمنى بأن سنوات الانشاء سنوات الانشاء سنوات الانشاء سنوات الانشاء والرقم 2019 عفوا لسنة 2013 لنسائح أما من الناس المنوك وننظروا بالنسبة للجلب للإستمارات الأجنبية المباشرة يزيدون فالمغرب يحقق نتيجة خمسة من الأضعاف التي تحقق الجزائر وهذا نعرف أن الجزائر 90% من الأكليستمارات تمشي في المحروقات فهنا ما هي البلاد التي نعزلها وما هي البلاد التي نفتحها على العالم نرى مثلا في ميدان الرياضي نرى المغرب يضم ملتقيات في ميدان لعب القوة في ميدان الغول في التنس في سباق الدراجات في سباق العدو العدو سباق الماراتون ماراتون عيشة بغازال سباق السيارات في مراكش إلى آخر في ميدان في ميدان الثقافي هنا نرى المغرب يضم عدة مهرجات عالمية مثل الموازين وغنوة مغربية وغنوة مغربية وغنوة مغربية إلى آخر في ميدان الثقافي وغنوة أكثر من 80 دولار وغنوة لم يحضرون الجزائر لأنها تساند داعش وغنوة لا مقارنة وقد رأيت أيضاً أهم شيء هو الاقتصاد والاندماج الاقتصادي فقد رأيت أن المغرب كان دائماً يحاول تنطلق هذا الاندماج الاقتصادي في المنطقة المغرب الكبير المغرب الكبير فأنا أعرف بأن جزائر لا تحتاج ولكن المغرب يحتاج المغرب يجب اتفاقيات للتابد الحر لماذا؟ لأن بلاد المنطقة مدامجة فإن لديك تابد الحر لديك شجاعات لديك لديك شجاعات لديك عادلة في البلاد المنطقة لديك لأن المغرب من اندماج الاقتصادي على جزائر عمروما يجب أن يجب لديك 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 أفريقيا ككل هنا المغرب لديك مبادرة ملكية من إدماج خلق سوق أفريقيا تبادل حر فسط أفريقيا هذا ينمي التبادلات بين الدول الأفريقية ويضر الدول الأخرى بطبيعة الاندماج لا يريد الدول الأخرى لأنه ينفع غير الدول لأنه يكتر التجارة بينهم ويقل التجارة بين الآخرين الفائدات الاندماج الاقتصالي كبيرة كبيرة المغرب يأخذ مبادرة ملكية فمؤخرا المغرب يأخذ مبادرة جديدة وهي جديدة قديمة لأن أول نوبا تقدم بها صاحب الجلالة كرؤية للمستقبل لماذا؟ لأن المغرب لديه رؤية للمستقبل رؤية بطبيعة الحال الأسس جلها هي السلم ما بين الدول احترام ما بين الدول المعاملة رابح رابح إلى آخرين فالمغرب أخذ مبادرة لتخلقوا الفضاء جديد اقتصادي اللي كيهم الدول الأفريقية اللي عندها لطلع على المحيط الأطلسي فهذه المنظمة الجديدة اللي غيكون مقر ديالها دائم في مدينة الرباط المبادرة مغربية وبطبيعة الحال هذا اللقاء الأول اللي داس بدينة الرباط وخاء ما حضراتش فيه جنوب الفريقية ستحضر فيه منين ستشوف الفوائد منين ستدوز الأرض الواقع لاتفاقيات لاتخدات ونقدرون نقولوا بنا كين ثلاثة المحاوير الرئيسية فالمحوار الأول سياسي وأمني أيضا فهالدول يمكنهم يشكلوا قوة سياسية أمنية وتكون عندهم الكلمة ديالهم على صعيد الدولي ويكون تعاون في هذا المجال تبدول المعلومات إلى آخرها المحوار الثاني هو الاقتصاد الأزرق أي الاقتصاد لكي يهم البحر أي تكتوف هذا النوع الاقتصاد أي يكترون من الروابط ما بين الموانئ ويشجع بطريقة الحال تنميات التبادلات التجارية أي الاندماج الاقتصادي للمنطقة وأيضا الطاقة والمحوار والمحوار الثالث كي يهم التنمية المسلمة والبيئة فإلى هذا الشيء بدأ كي ترجم على أرض الواقع بالطبع الحال غي يخلق واحد دينامية واحد فرص للشغل واحد تقدم اقتصادي وغي يفيد جميع الدول واحتى الدول اللي محضراتش بحال جنوب إفريقيا سترى أن مصلحتها تحضر ستحضر فنرى أن المغرب الحمد لله عنده واحد حضور وهذه رؤية الملكية صاحب جلال اللي ينصره ستجعل المغرب في المستقبل يأخذ موقع استراتيجي مهم في نطاق السلم في نطاق الدين في نطاق الأمن في نطاق محاربة الإرهاب في مجال التجارة سيكون الوصل ما بين أوروبا وأفريقيا فالمغرب الحمد لله عنده رؤية المستقبل سيستغل الموقع الجيوغرافي متميز وفريد من نوعه سيستغل أحسن استغلال ودليل هو أن المغرب بسياسة الحاكمة ديبلوماسية الممتازة استطاع أن يرجع القادية الصحراء قادية 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 أمن عالمية قادية قادية محاربة الإرهاب وهذه الخطوة المغرب تجهلها وهو أن يجعل من البوليزاريو يصنفها منظمة إرهابية وخطوة نحو الطرد من المنظمة الإفريقية التي جعلها المغرب وغير فيها بجزاف الأشياء وجعل إفريقيا تكون عندها أكثر مصداقية أكثر فعالية لصالح المواطن الإفريقي أولا في البوليزاريو سيغادر هذه المنظمة المنظمة لذلك نعم من هذا أولا نحن الملف السياسي يوجد ملف المغربية في صحران المغربية نحن خاصة استطيع التصرف تجد لأن هم طرف الواحد النزاع ومؤخرا كما تعلم وقفوا تجارة مع إسبانيا وقفوا أيضا تجارة مع إسبانيا ويصدروا لها ويصدروا لها فهذا الشيء يدل على ثلاثة الحويج أولا يدل بأن هذه البلاد لا يوجدها مصداقية فهذا يمكن أن تقع معك اتفاق وترجع للقرار السبب الرسمي الذي أعطي لأنك تقول لإسبانيا لماذا تدلت رأيك في قرية الصحراء المغربية ويجب أن تعترف في مغربية الصحراء فهذا الشيء هو الدليل الثاني الشيء يدل بأن الجزائر على عكس ما تدعي الجزائر تدخل في شؤون دول الأخرى تدخل في شؤون دول السيادي إسبانيا وهي اللي تقول لك بأنها لم تتعلم قرية الصحراء هي فقط عضو مراقب فأنا كتبين أولا بأنها مفاهم إزدقية ثانيا كالدخل في شؤون دول الأخرى وثالثا بأنها هي الطرف الوحيد اللي كان في هذا النزاع ولكن مع الأسف بالنسبة للدولالي من هك العزلة ماشي غير في الميدان السياسي فقط ولكن على جميع الأصعيدة مثلا في ميدان السياحة نحن 13 مليون سائح هم لا أعلم مكان سياحة كل البلاد التي نعزل المغرب أو الجزائر في ميدان الاستثمارات لا يوجد الاستثمارات أجانب نرى مثلا غير في المناورات العسكرية البلاد الوحيدة في العالم اللي كتدير مناورات بوحدة مع أراضها مناورات اللي كيشو أكثر الحراقية كشو ديال الفوداقتيفيس بينما المغرب كيدير مناورات كثيرة ومع دول كثيرة كشوفوا مثلا في ميدان التجارة يمكن التجارة الإقتصاد كانت بحثوا على إطلاع تفاقات بضغط الحر لا نحن كتفاقات في ال لا يوجد شركة اقتصادية قوية لماذا؟ لأنه لا يوجد اقتصاد فقط تبيع الغاز و تشيري لك لا يوجد فضاء من دمجه لماذا؟ لأنه لا يوجد اقتصاد لماذا؟ لأنهم كانوا موجودين كافيا لأنهم يعيشون جزائريا ويقومون بطريقة حلمة ويقومون بخير ويقومون بسلاح ولكن هذا كانت أمر تبدل فكشفوا العزلة على جميع المستويات ومشدودها بلاد حدودها مخاصمة مع جيرانها كاملين ويقومون بخير مؤتمرين الدول العربية وجميع الشمال قطع الحدود مع المغرب ويقومون بكثير مغربية ويقومون بكثير مختلفة مع تونس ويقومون بكثير مختلفة مع ليبيا ومصر وموريطانيا حسينها تحدث بعض المغربية ويقومون بإنتاج الوقت ويقومون بطاعة المشروع مجرد من البول الغاز بين نيجيريا ومغرب ولكن هذا ليس مشروع مغربي هذا دبات قريباً مشروع عالمي كي يهم الولايات المتحدة أوروبا الدول ديال دول الخاليج اللي بغاوا يستثمروا في هذا المشروع نيجيريا بالطبع الدول الإفريقية اللي غيدوز من الأنب بكاملة فما كان نظن شواش موريطانيات قدر تواجهت شي كله باش دير خاطر ديال الجزائريين ما عندهمش القوة باش يضطو على موريطانيا فالحاجة اللي غير بحولي غير بحولي العالم غيشوف بإن في الوقت اللي الناس كي حاولوا يبنيو هاد دولا ما كتتحاول غتر الدم غتعرقل هاد شلي كتتعرف في النهاية منقدرون نقول بإنما كين حتى مقارنة ممكنة عندك من جهة المغرب اللي كي يبني الوجود ديالو على الاندماج ديالو مع العالم على جميع المساويات المساوى ديال الحوار ديالسلم ديالدين ديال يساغل هاد الموقع جيو استراتيجي ديالو باش يكون حاضر في مسيرة العالم ككل فالمغرب كي يبنيو وجود ديالو على تفتوح على العالم من جهة أخرى عدنا دولة اللي من حيث كان عندها الفلوس كافيين نكامشت على رأسها نكامشت سدات الحدود مكان سياحة مكان سيتمار أجنيبي مكانش عارض ذات شيء عندها الفلوس كافيين مكانش نديماج اقتصادي مكانش رؤية ديال المستقبل كان غير محاولات زعزاعات الاستقرار ديالدول المجورة فقط فعدها واحد دولة اللي ما بلاتش اقتصاد من دمجاتش مع العالم من دمجاتش فتاش حاجة من خارطات فتاش حاجة بوحدها ما عندها اتفاقية استراتيجية حقيقية مع حتاش دولة كانت واحد لو قطار عندها الفلوس كتشيري الدول استطعت دخل داك الدولة الوهمية للمنظمة الافريقية ولكن دابني مع الخرجة ديرها مع تصنيف ديالجزائر كدولة كتساند الارهاب احنا امام واحد دولة اللي صد على رأسها منعازلة على جميع المستويات وكثر شي على المستوى السياسي وهذا شي اللي غي يقدي بشي حاجة خطيرا لهذه البلاد وهذا شي سوف نهي هذا الفيديو لن نهي هذا الفيديو سوف نعود الفيديو اللي قبل من هذه واللي قلت فيها باننا الحمد لله باننا في المغرب ما كانش ضغط داخلي ضد الملكية كهدد الملكية ما كانش ضغط خارجي ما كانتش دولة في العالم كهدد الملكية من غير دولة لمنه ولكن هذا كغير حول معمره ما غير تحقق وفستلكم في الفيديو بالعكس في الجزائر كان ضغط داخلي للحراك اللي غي يزيد ويكتار في الشهور الجاية في السيمنات الجاية لماذا؟ لأن الإزماء الاقتصادية غير تزيد وتكسر الدينار غير تزيد وتنقص القيمة ديره المواد غير تزيد ونقصه صفوفة غير تزيد وكتاره وغير يكون حراك اقتصادي غير يكون ضغط داخلي وهد الفيديو اللي شفنا اليوم هد العزلة الحقيقية اللي غير فيها الجزائر كتتوضح لنا بأن ضغط خارجي غير تزيد كتار اهضرنا على أولا بأن هذه المتادي كيقولوا بأن كانت تصربات الميطان في حسير منذ منذ بعين سنة أنا قلت في فيديو لدينا بأن هذه إشارة أن قوات العظمى بدون تلقوها الكاميرانات لأن كما قلت في عدة فيديو الحراكة لا يقضر هذه الكاميرانات لكي تضح النظام يجب أن يكون ضغط خارجي فأنا بالنسبة لكي أرى أن هذا الضغط الخارجي سيكون كثير ونزيد كثير النهار لأن البوليزالو ستصنف كمنظمة إرهابية ونزيد الجزائر ستصنف كدولة مساندة للإرهاب وهنا هذا الضغط الخارجي سيكون ترجم بعقوبات اقتصادية التي ستكون خانقة والتي ستسالي مع هذا النظام فالدول قليلة لما زال تسند الجزائر تسند الكبرانات لأن تساغل لهم وتساغل الغباء وتساغل القز فالدول تصرف الكبرانات السيبياني غيبين لهذه الدول بأن هذه الدول لا يوجد مصدقية حساب نسمى الشركاء تقليدي مثلا روسيا ترى بأن يقولون مثلا بلينكن أنتم قرروا نبعاكم ولكن في الواقع سويت مع روسيا ولكن في الوقت يحاول يستغل الضرفية لكيندا الحرب مع أوكرانيا لكي يبيع أكثر كمية ممكن من الغاز ويستغل هذا الضرفية فالعالم يرى أن الناس لا لديهم مصداقية لا لديهم كلمة ما لديهم بعد النظر ولو 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 فأنا كنظم بأن هذه العزلة التي خشوا رأسهم فيها ستشع هذا الضغط الخارجي الذي كنظم بأن هو الذي يمكن أن يجب تنام لهذه الكابرانات مساعدة الحراك الداخل فأنا كنظم للجزائر أن الكابرانات يطير قبل فوت الآوان لأن الجزائر مجموعة لأن إذا أبقوا حتى ما أبقى فلوس وهذا كنت في السلسة في دواس هذا موضوع آخر فأصد أن الجزائر ستقسم الدولات وهذا الذي يقع بأن الكابرانات هما يقبط بزمام الأمور فأخوتي العزاز هذا الفيديو وصلت النهاية ونشاهد أن نشهركم إن شاء الله السمينة الجاية تهلا وفراسكم